الفقراء أكثروا سمنة من الأغنياء كيف يتسبب الطعام الردي في تدميرهم؟ تبدو مفارقة غريبة لكن السمنة لم تعد مقترنة بالثروة ولم تعد كما كانت في الماضي حكرا على الطبقات الغنية ومرتبطة في الذهن بصورة مائدة عليها أطيب الطعام فالواقع اليوم هو أن السمنة تنتشر في المناطق ذات الموارد المحدودة وبشكل خاص في البلدان النامية فبعد الجوع تعتبر السمنة هي مشكلة الغذاء الرئيسية في العالم ويكمن السبب في أن الطعام السيء هو الأرخص لا تمثل السمنة مظهرا جسديا فقط فهي في الحقيقة مرض يؤثر على نوعية الحياة ويمتد ليؤثر على إنتاجية المجتمع وعلى العمر المتوقع لأفراده حيث يعتقد أن السمنة تتسبب في وفاة ثلاث ملايين فرد سنويا حول العالم وهو ما يعني ضروريا إلاءها أهم اهتماما أكبر للبحث عن الأسباب الحقيقية فهي تشكل ضغوطا كبيرة على خدمات الرعاية الصحية ولا يزال الاهتمام بها لا يتجاوز توجيه النصائح إلى الأطفال بعدم الاكثار من تناول الحلوى بينما يبدو أن السبب أبعد من ذلك الأطعم الرخيصة وراء السمنة تتعدد العوامل المسببة للسمنة بين الجينية والبيئية والاجتماعية والثقافية على أن العوامل الجينية لا تفسر ارتفاع معدلات السمنة في العقدين الأخيرين فهي لا تتغير بهذه السرعة والحقيقة أن عوامل عدة أثرت على توفر الغداء في مختلف البلدان فتغيرت خصائص الأغذية في المناطق الحضرية وفي العديد من المناطق الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تماشيا مع التغيرات التكنولوجية التي تحدث في الصناعات الغذائية والتسويق والنقل وتدفقات رأس المال والخدمات وبدأت تأثير الضار لهذه التغيرات في زيادة الأطعم المصنعة الرخيصة ذات نسب الدهون العالية مع المزيد من السكر والملح تقول سيسيليا ألابا المتخصصة في معهد التغذية وتكنولوجيا الغذاء في جامعة تشيلي إن أحد أسباب السمنة هو نقص التغذية قبل الولادة ثم بعدها ثم في مرحلة الرضاعة وما يعقبه من تعرض للأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والتي لا تحتوي على المغذيات الدقيقة الكافية وتقول باتريشيا أغيري علمة الأنتروبولوجيا الأرجنتينية في كتابها غني نحيل وفقير سمين أزمة الغذاء إن الثلاثين عاما الآخرة شهدت اتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء فيما يتناولونه من الطعام في الماضي كان الجميع يأكلون أصناف متشابهة ثم أصبحت الأسر ذات الدخل العالي تختار بينما يصل إلى 250 نوعا من الطعام بينما تختار الأسر الفقيرة بينما لا يتجاوز 22 منتجا غذائيا لا يحتوي على عناصر مثل الكالسيوم والحديد والفيتامينات والمعادن ويقول مارتين كاراهر خبر السياسات الصحية والغذائية إننا نختار طعامنا وفقا لدخلنا ومعرفتنا ومهارنتنا بينما يؤكد خبراء آخرون أن نتناول طعام صحي يعني قضاء وقتا أطول في الطهي تقول أغيري الفقراء يعانون من السمنة المفرطة ويواجهون سوء التغذية بالبطاطس والمعكارونة إنها الأشكال الجديدة للجوع فالفقراء لا يأكلون ما يريدون أو ما يعرفون ولكن ما يمكنهم الحصول عليه وهكذا فإنهم نادر ما يستهلكون اللحمة خالية من الدهون ومنتجات الألبان والفاكهة والخضروات وسلط طعام الفقراء تتضمن بدلا من ذلك الكثير من المعكارونة والخبز والسكريات والمنتجات ذات الدهون ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات والسعر عامل فارق عند اختيار الطعام العادات الصحية رفاهية لا يقدر عليها الفقراء إن الأغنياء في الغالب أكثر استعدادا لدفع المزيد في سبل تجنب الأطعمة المصنعة وتناول كميات أقل من اللحوم وتشمل عاداتهم الغذائية تناول الكثير من الفواكه والمواد الغذائية الطازجة ويخصصون مزيدا من الوقت لممارسة الرياضة وتجنب الإجهاد والعناية بالصحة كما يتجنبون الأغذية الرخيصة ولا ينجرفون للإعلانات عن منتجات الأغذية في مصر على سبيل المثال وبسبب تنامي وعي الطبقات العليا بأهمية جودة الغذاء في مصر مثلا هناك مبادرات لتقديم غذاء صحي عضوي ومصنع محلي وهناك قاعات الرياضة والأنذية لممارسة الرياضة بعيدا عن زحام الشوارع وضوضائها وتلوثها وهو الأمر الذي يتوفر فقط لميسوري الحال فيما تقبع الطبقات الفقيرة أسيرة لأعمال تتطلب الكثير من الجهد البدني في مناطق لا يتوفر بها سوى طعام الشارع أو الأغذية المعبئة والمصبرة فيلجأون إليها للحصول على السعورات الحرارية التي يحتاجون إليها دون حصول الجسم على العناصر الغذائية اللازمة ما يسرع من زحف أمراض مثل السكر وأمراض القلب إليهم في غياب نظام رعاية طبي للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة فلا تكتشف إلا في مراحل متأخرة تقلل فرص الشفاء منها يفضل الفقراء عموما استثمار مواردهم القليلة في السلع المادية وليس فيما يتعلق بالصحة حقيقة وهم يتناولون طعاما ذات قيمة غذائية محدودة جدا ويقبلون على شراء منتجات ذات جودة منخفضة ومن بين عاداتهم مكافأة أطفالهم بالطعام غير المفيد وزيارة محلات الوجبات السريعة وفي الغالب لا يمارسون الرياضة خصوصا مع عدم وجود مساحات عامة للتريض وكذلك لا يخضعون لفحوصات طبية دورية ويواجهون مزيدا من الضغوطات والإجهادات ومشاكل النوم الأغذية الرديئة في متناول الجميع فالأغذية السيئة في متناول الجميع لأسباب أخرى قد يكشف عنها التجول في أحد المحل الكبرى فالمتسوق يواجه بالكثير من الأصناف اللذيذة من المخبوزات والحلوة وهي خيار جيد بالنسبة للتجار إذ يستخدم في صنعها مواد خام رخيصة أساسها الدقيق والسكر وهي على عكس الخضروات والفاكهة ليست سريعة التلف ولا تحتاج إلى الثلاجات وطرق التخزين المعقدة التي تستهلك الطاقة وهي الميزة التي يفضلها المستهلكون أيضا أن تحتفظ لأيام بالمنتج في منزلك دون أن تخشى من التلف فضلا عن أنها منتجات لذيذة ترسل إشارات لطيفة إلى الدماغ وتحفز شعوره بالسعادة هكذا إذن تصبح المخبوزات والحلوة بديلا أرخصة وأسهل للكثيرين رغم أن استهلاكها يؤدي إلى سوء التغذية فهي لا تتضمن العناصر الغذائية التي يقوم عليها نظام غذائي صحي كما أنها تنتج الطاقة الفائضة أو ما يعرف بالسعورات الحرارية الفارغة التي تتميز بمحتوى الطاقة نفسه الموجود في السعورات الحرارية الأخرى لكنها لا تحتوي على قدر نفسه من الفيطامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسادة وهكذا تحدث زيادة الوزن التي يصاحبها سوء التغذية في الوقت نفسه وحين تتعدى هذه المشكلة المستوى الفردي تمثل عبئاً على المجتمع الذي يكون عليه أن يقدم الرعاية الطبية لعدد كبير من الأفراد يعانون أمراضاً مثل السمنة ومرضى السكر إلى جانب أمراض أخرى ترتبط بسوء التغذية مثل فقر الدم فليس البذخ إذن هو سبب السمنة ولكن نقص الموارد والمعلومات تنتشر السمنة في الدول الفقيرة والنامية وفي مناطق أخرى من الدول الغنية في الولايات المتحدة على سبيل المثال يعتبر معدل السمنة في ولاية أركينساس رابع أفقر الولايات هو الأكبر بينما تحتل الميسيسيبي وهي أفقر الولايات الأمريكية المرتبة الثالثة في معدلات السمنة كما يعتبر العرق السكاني مؤشراً آخر لهذه العلاقة بين الثروة والصحة وتتضح في معدلات السمنة لدى البالغين الذين يصلوا إلى 35% بين السود و 31% بين اللاتينيين بينما لا يتجوز 23 فقط بين البيض وهو ما يعكز نسبة توزيع الثروة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إنجلترا أيضاً تكشف دراسات متعددة عن العلاقة بين السمنة ومعدل الدخل فمعدلات السمنة بين الأطفال تزداد في المدن الأكثر فقراً بينما تتمتع مقاطعة ريتشموند المدينة الأغنى في البلاد بمعدلات صحة مرتفعة وانخفاض في معدلات السمنة لا تتوقف الثروة الإجمالية في العالم عن النمو ورغم ذلك فإن المشكلات الصحية المرتبطة بعدم المساواة الاجتماعية لا تزال في ازدياد لا يضع في الحسبان ذلك الارتباط بين السمنة وعدم المساواة الاجتماعية فيتم التعامل مع السمنة باعتبارها من اختصاصات طبيب التغذية فيما هي تتعلق في الحقيقة بشكل أساسي بخبراء الاقتصاد والمتخصصين في علم الاجتماع فالفجوات بين الطبقات الاجتماعية تحولت إلى مشكلة صحية أيضاً تتمثل في السمنة ويتطلب حلها استجابة اجتماعية جماعية الأمر المأساوي أن السمنة تعامل على أنها مشكلة تتعلق بالفرض أو الأسرة وليست مشكلة اجتماعية وبالتالي توضع حلول فرضية للمشكلة بينما سيكون التعامل معها باعتبارها مشكلة اجتماعية فارقاً في وضع حل فعال لها يقول مارتين كوهين الباحث الزائر في الفلسفة بجامعة هارفورد شير تخيل ما كان يمكن أن يحدث في العصر الفيكتوري مثلاً لو جرت معالجة مرض التفؤيد عن طريق تشجيع الناس على العيش في الريف بالقرب من آبار المياه النظيفة بدلاً من بناء شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجات المياه إن استجابة للوباء الذي أصبح السبب الخامس للوفاة في العالم لا تجال مجرد وهم ويذكر بما حدث في بدايات القرن التاسع عشر حين زحفت زيادة السكانية إلى المدن الصناعية وكانت تعاني من عدم توفر مياه النظيفة فانتشرت الأوباء وصارت مصدر قلق يومياً للناس في نيويورك ولندن وغيرها من المدن واعتبرت هذه الأوباء عقاباً إلهياً على الفساد الأخلاقي بدلاً من التفكير في الأسباب الحقيقية لها واستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل التفكير في اتخاذ الوسائل المناسبة للعناية بالصحة العامة وهو يشبه ما يحدث اليوم مع السمنة ويؤكد ارتباط المشكلة بالأولويات السياسية والمساواة الاجتماعية أكثر من ارتباطها بعادات الأفراد كان الوقت حينها لا يزال مبكراً لكي يفهم الناس فكرة انتقال الأمراض من خلال الجراثيم وكانت الفكرة الأكثر إقناعاً هي أن الأمراض تنتشر نتيجة للفساد الأخلاقي وهكذا توقعوا أن يؤثر مرض الكوليرا على الطبقات العالمية في مدينة نيويورك بشكل أكبر بسبب الفساد الأخلاقي منتشر بينهم فيما كانت العديد من المؤسسات تخوض حرباً ضد فكرة بناء شبكات صرف صحي الهروب من تكلفتها المرتفعة تماماً كما حدث مع صناعات الأغذية في العصر الحالي حين خاضت حرباً للتخفيف من الحقائق المنتشرة حول أدراء السكر في النهاية علل النظر للسمنة كمشكلة اجتماعية بحتة ترتبط في الحقيقة بالبطالة والفقر والخفاض مستويات التعليم والتوتر والاكتئاب وفقدان التماسك الاجتماعي وهو ما يتطلب تغييراً كبيراً في السياسة الاجتماعية لكي لا تتفاقم المشكلة إلى هنا ما كنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو دمتم سالمين